وعودة للمؤتمر الصحفي المشترك بين وزيره الخارجية ونظيره الأردنية ينضم إلينا من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسل تلفزيون مصري أحمد الحسيني أحمد بعد التحية ضعنا في تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقد وزيره الخارجية مع نظيره الأردنية نعم دينا تحية لك منذ قليل بالفعل هنا في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة انتهت فعليات المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي حيث تم مناقشة العديد من القضايا الثنائية بين البلدين وأيضا مناقشة القضية المركزية وهي قضية فلسطين والوضع في قطاع غزة تم طرح العديد من الأسئلة من قبل أسادة الصحفيين هنا في المؤتمر الصحفي فيما يخص المفاوضات حول تبادل المحتجزين والأسرة وإنهاء هذه الأزمة في قطاع غزة بالإضافة أيضا إلى ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتهجير ونزوح الفلسطينيين في قطاع غزة ورفض البلدين المصري والأردني لهذه الممارسات الإسرائيلية كان وزير الخارجية أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني قال وصل هنا إلى مقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية في تمام الثانية عشرات والربع واستمرت المباحثات بينه وبين نظيره المصري على مدى ما يزيد على ساعتين بدأت هذه المباحثات بلقاء ثنائي منفرد بين وزيري الخارجية أعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين وفدي البلدين وزير الخارجية الأردني والوفد المرافق له ثم بدأ المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية والنصف وانتهى منذ قليل وكما ذكرت تم التأكيد من قبل وزيري خارجية البلدين على رفض كافة ما يحدث من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو في قطع غزة وأيضا التأكيد على رفض اتساع الصراع في منطقة لبنان وخاصة في جنوب لبنان مرسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني شكرا جزيلا لك